صباح الخير والله يعطيكم العافية أنا بلشت لايف هناك بعدين قطع فرجعت هلا هون بس استنى شوي عبين شوية تلك طلاب تتجمع وهذا البثوث اللي أنا بعملها عادة بخليها يعني ممكن تيجي عليها تاني يوم تلاقيها موجودة وتاني شهر وبرضو بنزلها كمان على اليوتيوب الله يعطيكم العافية بدي تكتبوا تحت عشان أشوف إذا الصوت واضح والصورة سووا هيك لايكات وأشياء من هاي تبعت الناس اللي بعملوا بث هلا ان شاء الله أول ما يصير عشرين دغري بنبلش نحكي عن الأشياء المهمة الله يعطيكم العافية حاولوا تكتبوا لي عشان أشوف اللي بتكتبوا بيين ولا لا لأنه يبين بعد شوي طيب الله يعطيكم العافية حياكم الله كلكم أنا اسمي الأستاذ محمد الأسود بدرس على موقع وتد وبدرس توجيهي صار لي تقريبا 15 سنة الله يعطيكم العافية وكل عاموتو بخير فاطمة هلا بجاوبك وإن شاء الله هلا أنا بكون بلشت بس بتأخر بث عندكم وإن شاء الله أنه تكونوا في أمان وإن شاء الله ربنا يخلصنا من هذا المرض وسنة التوجيه تكون سنة حلوة عليكم بس طبعا في إلها طريقة معينة عشان أبلش فيها كتوجيهي عشان إن شاء الله أضمن النجاح تمام أنا اليوم رح أحكي لكم عن 3 خطوات 3 خطوات إذا بلشتوا فيها من هلأ أنا بضمن لك النجاح وربنا سبحانه وتعالى الضامن في شرح في شرح بس إشي بسيط وعشان إيش أعطيكم أنا اليوم كم من ملف بنزل لكم إياهم بتنزلوهم أنتم ملفات خفيفة على التلفون بتضلها ومن بكرة بنبلش إن شاء الله أو بندفئ أنا وياكم على مواعيد الحصاص والأوقات المناسبة المهم هلأ في البداية إحنا هلأ أول ثانوي طلعين على التوجيهي فبدي أنا أفوت بنفسية كتير منيحة هاي النفسية كيف تكون بدها تكون نفسيتك بتوكل على الله سبحانه وتعالى وإنك أنت تحكي بدي أجيبها أنا بدي أنجح وبيدي أجيب علامة أحكي لكم قصة صغيرة بتذكر أنا زمان كنت في المدرسة فكنت بالنسبة لي التوجيهي يعني شبح ويعني الله علم أنجح ولا لا هيك صراحة كان وكنت أنا أدبي وكانت أول سنة بيكون فيه إلنا رياضيات فكان بالنسبة لي مقتل طبعا إحنا الإنجليزي أنا بدارس إنجليزي الإنجليزي علمي وأدبي واحد المهم فلما نزلوا الرياضيات على الأدبي أنا يعني اتدمرت وصرت بديش أدرس بعدين في المدرسة أجي أستاذ صار يحكي لنا حط في بالك التسعين عشان تجيب تمانين حط في بالك مية بتجيب خمس وتسعين أو تمانية وتسعين فهاي كلمته للأستاذ خلتني أنا فعلا أصحى من الهبل اللي كنت فيه فأول إشي بدأ أبعد عن الناس السلبيين أهم إشي ابعد عن الناس اللي بتفتي بتوزع فتاوي والله التوجيه صعب والله فصل فصلين والله الله أعلم الفيروس يروح ولا ما يروحش والله صعب يا أخي وبعدين الناس هايها دارسة مش تلاقي شغل ابعد عن كل هذا الحكي هذه طبعا أنا مسئولية يعني بحملكم إياها أمام الله سبحانه وتعالى أي حدا سلبي دير وجهك وروح هلأ يا يقين أنا بشرح جزء من المادة وموجود البقية على وتد بس أنا مش حابب أبلش بالحكي هيك وفيه على يوتيوب كمية كبيرة واللي مش مقتدر أنا بوفر له إياها مجانية بس بشرح كمية منيحة من المادة بشرح الأشياء اللي بطلبوها الطلاب بشرح الأشياء اللي فيها ضعف المهم تاني إشي موضوع تقسيمة لدراسة يعني وقتك وقتك كتير مهم عشان أنت ما تبلش تتراكم عليك كيف بدرس؟ ببلش في جدول المدرسة زي ما أخدنا اليوم بروح براجع فيش داعي تحضر خلص أنت اللي أخدته راجعه المراجعة عادة أنت أخدت الدرس اليوم اسمي محمد الأسود على اليوتيوب بالعربي أو بالإنجليزي أول إشي ببلش أنا في المدرسة درست هذا الدرس على سبيل المثال درست أنا الأزمنة درست أنا السيمبل بريزنت اللي هو أهم زمن في الدنيا روحت أنا على البيت بدرسه هيصير تدارسه مرتين لسه بتكون الأمور ها يعني أنا مش متقنه في عندي كمان مراجعة نهاية الشهر أو خلال الأسبوع هيصير تدارسه ثلاث مرات ومرة بدرسه قبل الامتحان تبع المدرسة أنا بتحداك الله يعطيك العافية يا سجا بتحداك إذا ما هذا القاعدة هاي انطبعت في مخك انطباع طبع خلص أبدا رياضيات نفس الإشي عربي نفس الإشي فيزيا كيميا كله نفس الإشي طبعا أنا بعرف إنه من إنسان لإنسان بختلف يعني في ناس بدك تعيد الشغلة ثلاث مرات في ناس دك تعيدها أربعة في ناس مرتين في ناس مرة ما شاء الله عنهم فهاي الفروقات الفردية موجودة في كل الناس ربنا سبحانه وتعالى كان ينزل سيدنا جبريل على سيدنا محمد يعطيه له القرآن يوحيله فيه ويرجع يسمع له إياه ديروا بالكم إيش بحكي تمام كلام الناس على أول ترزان بأثر كلام الناس بخلي الناس تفشل ديروا بالكم ابعدوا عن كلام كل الناس رد على أبوك وإمك وإخوانك اللي خلصوا توجيهي ونجحوا واعمل زي هم وأكتر بقيت الناس ابعد عنهم ثاني إشي رتب وقتك من أول يوم وبلش من الأشياء اللي أنت هلأ مستصعب منها رياضيات إنجليزي مش عارف إيش بلش فيها من الفترة هاي لأنه هاي الفترة مجانية بلاش أنت مش تعبان رح أبلش بالشرح بس أعطوني مجال أحكي لأنه أنا عادة ما بفوت في مادك لأنه المادك كل الناس تشرحها الله يعافيك يا رب المادة كل الناس تشرحها وكل الناس شاطرين كل الأسات زي ممتزين أنا مش جاي هون أسوق وقولك تعال عندي وروح عندي فلان لا طيب روحت درست رتبت أمورك بزيد عندك شوي مش مشكلة هاي تيجي للويك اند في نهاية الأسبوع انت شو بتعمل تدرس الأشياء اللي راحت عليك أو اللي ملحكت هاش وإياكم يا أحمد بعدين إذا عندك وقت زيادة بتراجع هيك على الخفيف يوم الجمعة بتطلع بالطش بتكيف علشان ما يصير عندك سترس وأهلك بدك تقنعهم كيف الأهل بيقتنعوا؟ بيقتنعوا لما ما يكونش فيه لعب في الموبايل كتير وتطنيش يعني هم يشوفوك رايح جاي رايح جاي هون أهلك ما بيقتنعوا بتحكي لهم بدي أطلع بيحكوا لك لا وبيبلشوا بيشتغلوا فيك وكلام الأهل بصراحة مزعج كتير الله يعطيكم العافية شكرا يا سجود فببلش أنا يا شباب إيش أسوي يا صبايا أغيب عن عين أهلي أروح على الغرفة رح ينحفظ البث وأدرس أدرس أدرس بقدر المستطاع لأنه دراستك مش إلنا دراستك إلك ويا الله قديش لما تكون دارس وناجح من أول مرة بترتاح في الدنيا كلها صحيح منمشيش على كلام الناس منمشي على الصح إذا كانت إذا أنت درست ورتبت أمورك بيصير الأشياء اللي متراكم عليك خفيفة أو شبه معدومة وبتروح على امتحاناتك بالتمام وبتروح على امتحان التوجيهي بتعرف لما تمسك أنت الورقة هيك تفتحها كل إشي أنت عارفه كل إشي مارر عليك بدل المرة خمسين مرة فبتبلش بس إيش بدي أكتب بدي أكتب هيك أنت بتجيب فوق التمانين وفوق التسعين وزي ما بدكم تمام الله بارك فيك يا هادي فهذا أنا اللي حكتلكم إياه أول إشي طبعا هلأ بحكي بشكل عام هلأ رح أفوت في مادتي عشان أنا متخصص فيها أول إشي بسمعش كلام الناس وهذا يا أستاذ الموضوع مش مكركب لا المعنويات قلت يا فهد أنت مبلشتش لسه ليش المعنويات قلت يا زلمة ليش تقل المعنويات بالعكس المستقبل كله قدامك حياتك كلها يعني أنت بس تخلص من التوجيه بتعرف شو الصعب بعدين الموت وعذاب القبر الله يبعد عنكم بس أما كل الحياة سهلة شغل وبتسافر وبتروح وبتيجي وجامعة وما شاء الله عنك ليش المعنويات تخف؟ أنا بأزعل لما الناس بس معنوياتك خفت من ورا حدا في حدا أحطمك وحكا لك أنه هذا الفيروس رح يدمرنا ولعمرنا رح نرجع زي أول لا الأرض والعالم مروا في ويلات أكتر من هيك وأبوي وأبوك مروا في أشياء يا أحمد أصعب من هيك مروا في موت مروا في حروب ونشأوا طلعوا مهندسين وطيارين وعلماء ناس بتخوف ما تفكر إن هدول الناس انولدوا لقيوا حالهم عايشين في أماكن حلوة وبفلل وقصور لا تبهدلوا كلهم مر عليهم فترة سيئة جدا طيب هلأ نيجي لموضوع الإنجليزي موضوع الإنجليزي في صعوبة على كتير ناس في صعوبة وفي خوف منه بتحس كأنه بابا أنا بدي أحكي لكم إشي موضوع الإنجليزي وإياكم يا ربي أول إشي مهم للتوجيه وهذا الحكي ما في عنه أي مفر طيب تاني إشي لا لا راح تعدي يا أحمد هاي الأزمة أول إشي مهم للتوجيه اسمع كلامي منيح أنا بحكي لكم عن تجربة تاني إشي مهم للجامعة يعني توجيه 200 علامة في الجامعة عندك مادتين هدول زي الله واحد في كل تخصص حتى في تخصص العربي تمام؟ أنا التعليقات اللي بردش عليها رح أرجع وأشوفها وأرد عليها طيب يا حبيبي استنى حمزة أبو تاية بعد لي عن أصحابك شوية الله يرضى عليك أنا كنت حاكي مرة في فيديو عن أصحابي شو عملوا فيه بس محسوبك ضربت برك ورحت لوقت المناسب حتى تبلش توجيهي أي وقت أنت بدك إياه إذا ضل كورونا بيصير تأثيره أقل يا أستاذ وبيصير ممكن الناس تداوم حتى لو هو موجود وبعدين بيصير تخف الإصابات وبنحسر ما في وباء بيجي بضل سنة ما فيه تمام؟ نرجع لموضوعنا مهم للمدرسة ومهم جدا للجامعة عندك هدولا ست ساعات يعني مادتين يعني رح تدفع لك 600 ليرة بالراحة وبعدين الإشي الأهم مهم لحياتك أستاذ هالسا ع مستوى الجيمز إذا بدك تلعب جيمينج على الكمبيوتر تعرفش إنجليزي الوضع مش طبيعي بتنحرج بصراحة ولما تسافر ولما تروح إذا رحت عمرة مش رح تعرف تتعامل مع الناس لأنه دولة فيها أكتر من من لغة فبدك تحكي إنجليزي محمود جرداد أنا بتحداك خليك معي وأنت طفي بالإنجليزي وأنا بتحداك إذا ما بتصير مش طفي المهم بنصحك تعملي هلأ رح نحكي عنه عندي توجيهي يا ياسمين بنصحك أنا يقين بنصحك هلأ شو رح تساوي توجيهي مهم فيش ممر منه وبتفشل لا سمح الله إذا كانت نفسيتك مش منيحة وإذا كنت خايف وإذا كنت حالتك حالي وإحنا لسه مبلشناش وملايين الطلاب قبلك نجحوا هس رحكي لكم أنا شو صار معي ثاني إشي مهم للجامعة ثالث إشي مهم لحياتك والله العظيم راتبك بالضاعف إذا بتحكي إنجليزي طيب شو بدي أعمل أول إشي عشان ما أطولش عليكم بدي أبلش بخطوة رئيسية هذه رح نبلش فيها اليوم وأنا ما بحكي إشي عشان يعني أعمل هيزعة وشهرة وكلام فاضي لا أنا بحكي لله تعالى وعلشانكم لأنه هذا الحكي سوا معنا أستاذ قبل اسمه رأفة أبو فارس ترك التدريس صاحب كورس الرسالة سوا معنا وحولنا من ناس نفهمش بالإنجليزي يعني أنا ما كنتش أعرف إشي في الإنجليزي صفر خلال سنت التوجيهي حولني لبني آدم جبت العلامة الكاملة أقل بأربع خمس علامات في مادة الإنجليزي ورفعت معدلي شو سوا معنا أعطانا مجموعة كلمات أعطانا مجموعة كلمات مش من المنهاج ركزوا معي أنا ما أبدغشكم مش من المنهاج كلمات إنت لما تمسك ورقة الامتحان أسئلة الامتحان الكلمات تبعونها ما حدا درسك إياهم إذا أنت كنت ضعيف هذا باعتمد على تجميعتك أنت كلغة كبني آدم فإحنا شو بنعمل؟ بنجيب مجموعة من الكلمات نعمل لهم ريفيو بنخلص فطورنا بنحط رجل على رجل بنجيب كاستنس كافيه وبنبلش نقرأ قراءة الطلاب حفظين كلمة نحفظهم أستاذ لا يا حبيبي ما تحفظهم أنا لما بدي أروح على مكان ما بحفظ الطريق أنا بمر فيها أول مرة ثاني مرة ثالث مرة بحفظها أنت بتيجي بتراجع بتمسك قلمك عندي أنا هاي اللست ببعتلكم إياها فيها فراغات وكل فراغ جنبه كلمة كلمة اللي بتعرفها بتحط جنبها صح هذا يا أستاذ اسمه تأسيس المفردات إذا فش عندك مفردات والله العظيم لو يجي أحسن دكتور لغة إنجليزية في كوكب الأرض ما بنجحك ولا بنجح معك هو فإحنا ليش نبلش نضحك على الطلاب؟ خلينا نبلش بالأسلوب الصح بالضبط أجعلي شوي شوي أو أشوف الفيديو أو كذا حدا يفيدني خلال هاي الفترة انت عشان تحفز حالك بتبلش تفكر شو حابب تصير مهندس أستاذ إنجليزي طبعا أستاذ إنجليزي بصراحة إشي كتير بتجنن في ناس بفكروا إنه هالزلم اللي حام الكتب ورايح يدرس في مدرسة وتعبان حالته حالة التدريس اختلف وتدريس الانترناشنال صار إشي بيخوف رواتب عالية ظروف تدريسية بتجنن فحاول أنت كل حدا فيكم يفهم شو بده وكل إشي أنت بدك تشتغله بده إنجليزي أساذة العربي والدين عندنا في المدرسة أنا بشتغل في المدرسة المستقلة في عمان وطريق المطار أساذة الدين والعربي بيضطروا يحكوا إنجليزي لأنه عندنا طلاب مش عرب تمام فشو بسوي ببلش بمسك هالكلمات عندي أنا مثلا خمسة عشر صفحة كلمات هذول بحطهم هدف وأنا بحكي لكم وأنا بتحدى لأنه إذا ما زبطت هاي الطريقة أنا بتفضحوني يعني بتنزل بوست عن النت بتفضحني إنه الأستاذ كذب علي وعطاني كلمات وأنا درستهم وتعبت فيهم ما استفتش منهم فأنا بحكي لك طريقة والله العظيم إني جايبها من بحث سوته جامعة كيمبرج بحكي لك الطلاب العرب اللي عايشين في الشرق الأوسط اللي عندهم ضعف لازم تبلش معهم في مراجعة شوية كلمات هاي هذا خلصنا منا الليست اليوم بنزلها على هذا البوست وبوست جديد وبنزلها كمان في البوست تبع مبارح وتبع اليوم اللي أنا نزلتهم عشان الكل يتوصل لهم بتعمل لها داونلود ببلاش حبيت تروح تصورها انت حر هاد إشي برجع لك أنا ما حكيت نحفظ هاي في 113 طالب بيشهدوا يا أماني أنا ما حكيت نحفظ إذا أنا بدي أجيب كلمات وحكي لك احفظي أنا بكون يعني بتخوت أنا حكيت نقرأ أنا بس أقرأ الكلمات سبيك ورن وقو وماذر وفاذر وهدول بتصير عملية إيش أنا بعمل إحاطة لأهم كلمات أنا رح أحتاجهم في المدرسة أهم كلمات أنا رح أحتاجهم أي حدا راح عليه في سنة كان مش منتبه بتكون عنده هاي الليست وبمسكها وبخلصها في الفترة هاي اللي هي مش توجيهي انتو بالنسبة لكم هذا فترة هيك قاعدين بتتسلم احفظي احفظي يا غزل احفظي بس تحفظيش بالإنجليزي احفظي بالعربي المعاني اللي بالعربي يعني أنا إذا حفظت مثلا كلمة كالكوليشن معناها عمليات حسابية والله العظيم إنه زي كأنك كسبان مصاري مهدي أنا بحبش لأنه هذا الحكي مهم بحبش هذا الأسلوب أرجوك خليك معي لأنه أنا هذا إشي بعمله تحضير وكذا فيخليني أنا أفيد الناس هاي اللي اللي بديها تبلش بالطريق الصح تمام؟ هذا الحكي هو المهم اللي أنا بحكي فيه شكرا إلك طيب خلصت أنا من المعاني آه بدنا نبلش فيهم لأ انسى الديركتوري انسى يا فهد الديركتوري خليك معي ابعت لك هذول المعاني خلال الفترة هاي إذا حصلت كتب أو حصلت دوسيات أو عندك كتب بتبلش شوي شوي في إيش في المعاني مع فقراتهم تمام؟ تمسك المعاني بتقرأهم بالعربي بتشوف كتابتهم لأنه الإنجليزي يعني انت لما تيجي تكتب مثلا فاشن تيجي تكتب هاي نفس الطريقة تي اي او ان فبتصير إيدك تأخذ على آه ممكن ممكن بس هلا يا ملك يعني اللي قوى حاله عن طريق التلفزيون والأفلام والألعاب بيكون خلص جاهز هلا لأنه في فترة التوجيه راح تخف هاي شغلة السوشال ميديا والألعاب والأفلام وهيك راح أنزل الكلمات بإذن الله هلا بس أخلص أول ما أخلص بنزلهم بعد ما أخلص الكلمات أو خلال دراستي للكلمات لأنه انت راح تمشي هيك في توازي بدك تتعلم تمشي في توازي مش بس الإنجليزي فصلين هدول بنفعله الفصلين بدك تمشي رياضيات بدك تمشي المواد اللي ضعيف فيها العربي الإنجليزي أنا ما بدي إياك تسيطر على آه أشكرك يا طاري ما بدي إياك أنا أستحوذ عكل اهتمامك للإنجليزي لا بدك تخلي شير كبيرة للمواد التانية المواد اللي إنت أضعف فيها حاضر ولا يهمك يا محمد الزعبي فالمهم بنبلش حفظت أنا بعد رابع صفحة من هدول الكلمات من النتفلكس شكرا بعد رابع صفحة رح تبلش تحس حالك إذا أنت شاطر سيطرت وإذا أنت مش شاطر في الإنجليزي بلشت أعرف بلشت أنا لما أشوف كلمة أعرف أنه آه هاي زي اللي هناك تمام؟ بنفوت ساعتها إيش وهذا الحكي يعني يا بكرة يا بعد رح أنزل استفتاء وأشوف إمتى بدكو أبلش أشكرك يا أستاذ محمود فخري فالمهم بنبلش بعديها يا شباب يا صبايب إيش بتأسيس الجملة كيف أعمل جملة لأنه هذا أساس اللغة أنا هلا أبحكي معكو بناء على اللي تعلمته زمان كيف أعمل جملة صغيرة باللغة العربية وهدول الجمل في اللغة الإنجليزية تلاتة وأسهل منهم الله ما خلق بس إيش ندرسهم شوي بالتفصيل سبجكت فيرب سبجكت فيرب أبجكت سبجكت فيرب كومبليمت هدول هم الثلاث جمل اللي أنت بلزموه كطالب توجيهي هدول أهم نقطتين خلالهم أنت بتكون فتت لك بإيش على الأقل بقطعة واحدة تمام؟ تأسست بلشت تفهم بلشت تمسك القلم تشوف الكلمة اللي أنت مش فاهم معناها في القطعة تنزل تطلعها من المعنى اللي تحت لأنه الرايتنج هلا بحكي عنه لأنه الدوسيات بتكون مترجمة عادة على الأغلب وإذا الدوسية مش مترجمة أو دوسية فيش فيها حل لكل إشي بنصح كاش تستخدمها نهائيا بغض النظر مين اللي مسويها هيك أنت بتكون سيطرت على كلمات بلش عندك كلمات بلشت تعرف تكتب جملة صغيرة وبلشت تقرأ وشوي شوي تفهم بالقطع وتحل أسئلة ساعتها هون انت بتفوت إيش بيكون ورا هدول أول ثلاث قطع في الوحدة الأولى بيجوا وراهم التنسز رح أحكي يا فهد ما بلفوش في السؤال لا الأسئلة واضحة جدا أسئلة القطع يا شباب تقريبا سبع أنماط كل سنة بيجوا نفسهم سبع أنماط يعني زي ما أحكي لك أنا وين ساكن؟ كم سيارة عندكو؟ هذا وين؟ المرة جاي بسألوك وين إشي تاني؟ وتحت بسألوك مثلا كم بيت عندك هيك الأسئلة نفسها ما في لفو دوران في التوجيه نهائيا بده نزلهم؟acions اللي سنا نผม 카메라 فلا عندهم وديروا بالكم يا شباب لا يجible أن تكلمد على القواعد بها بالمهارات الثانية تركز ليش عن قواعد مع ثلاثوه تركز ليش على القواعد ع fiquei مشürüد تركز ليش على القواعد على الرائتنغ كان الصفجيه يجريating و ăn zone 4 14 علامة من 200 14 علامة وبقية الأسئلة تبعون الـ Writing اللي إليها دخل في Writing, Editing والGuided بيطلع مجموههم بحدود 24 علامة فهم كتير مهمين وبتخذهم يا أستاذ لأنه ما قلهم حل واحد الـ Writing إذا بتعرف تكتب عبي ويزبط أمورك وبتخذ 14 علامة ممكن يرفع معدلك ويمكن ينقذوك من الرسوب لا سمح الله فالمهم التعبير كلنا بنخبس بس وقت ما نيجي للتعبير هلأ أنا حكيت عن المعاني حكيت عن القطاع حكيت عن القواعد القواعد ندرسهم بشكل منتظم وموجودين سواء عندي أو عند غيري موجودين بشكل كامل مجاني وبطاقات وبمصاري ووين ما بدك وفي المدرسة وفي خصوصي ووين ما بدك موجودين ما تفكر فيهم نهائيا بعد هيك منيجي للـ Writing هلأ أنا كمحمد الأسود كتير بهتم بالـ Writing لأنه علامات ولأنه مش راح تنفد يعني خلصت من التوجيه بدون Writing تيجيك الجامعة خلصت من الجامعة بجيه شغلك في شغلك ما حد راح يرحمك لأنه معطيك مصاري تمام آه فيه على الأغلب فيه مشكلة في الناس عند الكتابة إذا بتحبوا يا ملك أنا بسوي لكم كل أسبوع حصة كتابة طبعا أنا كيف بدرس الكتابة بعلمك كيف تطلع العنوان بعدين بعلمك من نفس السؤال تعمل هلأ فيه واحد راح ينط يقول لي أستاذ بصير أحفظ نص والله ما بصير والله فوت عند أي أستاذ يحكي له أستحلفك بالله القطعة اللي بيعطوها الأساذة للطلاب يحفظها بتنجحه ولا بتعطيه علامتين راح يحكي لك لا بحلفش ما بحلف هذه بعطيها الأستاذ لأنه بكون انحرج من الطالب صار له بعطيه خصوصي سنة وبالآخر مش زابط مع الرايتنج بروح بسلخ ونص ملوش دخل أنا لما كنت أصحح توجيهي في 2012 كانوا يطلبوا منه أي نص هيك غير مترابط أحط عليه irrelevant يعني غير مترابط IRR وحط عليه مثلث وما حدا برجع بصلحه وراي وإذا رجعوا صلحوا لقي غير مترابط وأنا حاطط عليه صح بتبهدل التعبير ملوش قاعدة التعبير بتقرأ السؤال أنا بحب أسئلتكم هاي بحب الناس اللي عارفة شو بدها آه بلش بالمادة كيف تبلش بالمادة بترتيبها حسب الكتاب شو فيه الكدسية انت تعجبك أسلوبها وبلش فيها قطع قواعد رايتنج قطع قواعد رايتنج والقطع معهم المعالي المهم رح أعمل حصة أسبوعية بإذن الله تعالى المهم فسأل بيجيك أصلا جواته الموضوع عن إيش منحكي وبيجيك جملة مفتاحية في بدايته إنه والله الإنترنت is something very useful these days بعدين بطلب منك مثلا advantages and disadvantages أو بطلب منك مثلا أنت طريقتك your family your friends and yourself أو بطلب منك مثلا اقترح عدة كذا انت شو بتعمل بتركز مخك زي الكمبيوتر ببلش أنزل فيهم تحت بحط العنوان بعدين بنزل بحط هاي الجملة المفتاحية اللي هي بتخلي الناس يعرف انت شو بدك تكتب بناء على إيش مطلوب منك مقالة أو تقرير أو رسالة كله بكون له مميزات وبالآخر كلهم نفس الإشي كلهم نفس الإشي يعني زي هالبني أدمين اللهم واحد شوارب أطوال واحد ملوش شوارب واحد يعني كلهم لهم عينين ومنخر يعني لهم ترتيب محدد اللي هو عنوان مقدمة عرض خاتمة ما في أي حدا بطلع عنهم إلا في الريفيو لا لا ما في تركيز على القواعد لا غلطانة انت بالله يا شروق مش صح هذا الحكي المهم يا حبايبي فبنبلش نتعلم كتبت في المقدمة انت بتحكي لللي بقرأ شو رح تعمل تحكي له طبعا مع الفوارق بين الأنماط في الرسالة مثلا بتتوجهها لحده سواء كانت رسمية أو مش رسمية فيه إلديسيات أستاذ وبوزعهم بعطيكم إياهم بي دي اف كمان المهم فبتروح انت خلصت في العرض بتبلش هون النقاش أنا ببلش أحكي لك غيمينج اون بي سي اللعب على الكمبيوتر أحسن من اللعب على البلاي ستيشن والإكس بوكس واحد ثاني لا برجع بحكي لك غير انت حر انت ورأيك بتحكي عن رأيك بعدين تحكي مثلا عن المساوئ تبعت انك تلعب بعدين تحت بتحط رأيك الشخصي انت هيك بتكون كتبت خلينا انتبه لا شو انتو سألين موجود الدوسية وين موقع ساكن في عمان بس أنا ببعتلك إياها على المسنجر وانت بتطبعيه هون ما بدك موجود في كل المكتبات تفكير التفكير الناقد استاذ كتير سهل يا عبد الله التفكير الناقد مش صعب التفكير الناقد بس الفكرة منه انه انا اركز شو هو طالب وانت شو رأيك لانه انا ما بقدر احافرض عليك رأيه في ناس بشوفوا ياس في ناس بشوفوا نو والتفكير الناقد عليه ستة أو ثمان علامات عليه 12 علامة ستة بستة وكتير مهم يا شباب رح نتعلم كيف نحله اللي بيحكي انا التفكير الناقد مسامحك فيه بازعل منه الرايتنج حسب مواضيع الكتاب شو فيه يا راما الرايتنج نوعين النموذج والمحتوى النموذج يعني هذا الدفتر المحتوى شو انا كاتب جوه المحتوى مش من الكتاب على الاغلب بيجبولك عن الاعراس ودينجز هديك المرة جابوا عن حدا عنده توأم هذا مش من الكتاب بس كتير سهل بيجبولك اشي مترابط له علاقة في الاشي اللي احنا عايشين فيه الديريفيشن بيجي عليه ضع دائرة بس انا بدرس الثلاث انماط يا سجود وهو كتير سهل كتير سهل لانه اصلا عبارة عن تحويشة كل القواعد اللي درستوها جستيفاي ستة بيجي عليها يا غزل وكتير سهلة بعلمك عليها بس بديش افوت بالتفصيل هنا جدا انا مش فاهم من كل طلب اه شكرا يا احمد علي هو بيحكي عن الاسئلة اللي بتتشابه كيف نفرق بينها الفرق بينها بسيط جدا استاذ انا لما دخلت على التوجيهي كنت افكر انه طب يا ربي كيف رح اميز يعني انا بس امسك الورقة التوجيهي انا متأكد اني مش رح اعرف احل مش لاني مش دارس لاني مش رح اعرف الاسئلة كل سؤال الاستاذ بيحكي لك انا هيني تعال حلني سؤال passive بيكون فيه مثلا ايش بيكون فيه مفعول به تحد سؤال if close فيه if او انلس كل واحدة يا استاذ واضحة الاسئلة اللي فيها خربطة ما بيجبوها بالطريقة هاي بيجبو لك او ضع دائرة او بيضع دائرة بيكون عندك 3 حلول خطأ تماما ماشي تنين بيكونوا ممكن صح ممكن غلط بيكونوا غريبين ع بعض بس بفرق انه مفرد او جمع فهمت علاي فما اااااااااااااااااااااااااااااااا ما بتتخربط منار الاسيط كتير منيحة يعني اكيد مش رح انصح فالاسييات ثانية داسيتي منيحة بس اللي شارده سيو اللي بدرس عند أستاذ يضل عليه شايماء أنا شطب بالإنجليزي لا مش شطب أنت بالإنجليزي بلشف المعاني وتابعي معي وأنا بنصحك برفع معنوياتك وخليك توصل إلى المستوى المطلوب أنا بدي هيك اتنين يلتزموا معي وأنا بورجيكم كيف؟ بصير تدعي لي معاني إنجليز إنجليزي مش مهمة في التوجيه عليها تقريبا أربع علامات أحكي لك ليش مش مهمة معاني الإنجليزي الإنجليزي لأن السؤال بيجيب لك المعنى وبطلب منك الكلمة فإذا أنا قرأت المعنى أكتر من مرة لما أشوف أنا لما يجي حكي لك مثلا something we use to send messages هذا الموبايل فون سمارت فون بتروح على القطعة بتطلع هاي الكلمة بدي أحفظها أنا يا أستاذ أحفظ لي 150 كلمة ليش حرام زينة أنا بساعدك هاني ترتيب العلامات والله أستاذ مش كتير بحب أحكي عن ترتيب العلامات أنا يعني اللي بحكي لك هي إنه في 60 علامة على القطعة وفي حوالي 42 علامة على القواعد وبشكل أو بآخر فيه برضو علامات في أسئلة ثانية في عندك أسئلة الرايتنج عليها بحدود الاشي وعشرين وفي عندك بحدود الـ 25 علامة على المعاني اسم دوسيتي الموسوعة أو دوسية الأستاذ محمد الأسود كيف ممكن نوخد دوسيات من المكتبات اللي حوالين بيوتكم أو من التبعتيلي وأنا ببعتلي كيها أو اليوم بعمل لها بوست بنزلها PDF بتستخدموها إن شاء الله الـ derivation يأماني إشي كتير سهل أنا بتحداكي أستاذ ببعت خصوصي بحكي هذا مش تسويق للخصوصي المهم ممكن تحفظ للـ live حاضر بأثر بشكل عام يا سارة بأثر بس أنا ما بدي أحكي لك إنه الطلاب اللي مراجعوش الكلمات اللي أنا بعطيهم إياهم رسبوا لا أنا ما بحكي زي هيك الطلاب اللي ما بيراجعوش الكلمات بتغلبوا شوي التعبير توكر على الله يا أبو بكر بس تابعني يعني منحكي أنا وياك وببعتلك أشياء وبتشتغل عليهم شوي شوي بزبط أمورك في معاني إنجليزي إنجليزي بيجبوا لك المعنى يا ليلى وبتطلبوا منك الكلمة من السؤال العفو حاضر يا سجود سوريانا بعتيني مسج ببعتلك إياها أو رح تلاقيها اليوم في بوست المعاني إنجليزي إنجليزي أنا بحكي لك يا تولين كيف بحفظهم باختصرهم في كلمات إضافية بتكون باختصرهم وبرجع بلخصهم وبقرأهم مرتين ثلاثة بيكون أمورك تمام بدي الدسية حاضر شوي اسم الدسيتك دسيت محمد الأسود هلأ يا شهد أنا الدسيتي منيحة وبقيت الدسيات أنا شوفي كأستاذ بقدرش أحكي يعني إذا بدي أحكي فلان وفلان فلان وفلان وفلان بفكروا إن أنا بحارب فيهم لا كل الدسيات مناحة كل حدد دسية أستاذه منيحة أو أنتو بكرة حتشوفوا بس لا توقعوا بالخربطات هاي أي واحد دسيته فيش فيها إجابات أنا ما بنصح فيها بصراحة لأنه بتلاقي الطالب بدرس على دسية أستاذ ببعتلي أنا أصحح بيضبطش أستاذ أنا إذا بديش أكون مسوي كل شيء مجهز لطلابي هاد الحكي بيضبطش آه رابط الدسية يقين تسألني عندك خبرة بمناهج خارج أردن شوفي أنا أستاذ معتمد آي جي اللي هو النظام البريطاني معتمد يعني معاي شهدات معتمد من البريطانيا ومعتمد للسات اللي هو التوجيهي الأمريكي معتمد للأي سي تي اللي هو توجيهي أمريكي تاني يعني الحمد لله عندي ثلاثة اعتمادات بعضك خصوصي متى تبلش تدريس إن شاء الله رح أنزل سؤال اليوم أنه إمتى نعملها بكرة أو بعده بفضل تكون بعده عشان أعطي مجال للناس تانين أشكرك يا أستاذ محمود فخري حاضر حاضر بدك مجهود بالإنجليزي كلنا والله كلنا والله العظيم أنا لما درست درست منيح درست منيح ولقيت النتيجة بكل سهولة تعبت آه بس ما تغلبت طيب تواصلوا معي على موقعي أو هون على هذا الموقع اسمي محمد الأسود بالعربي أو بالإنجليزي ابتهال أنا بشكر كل حدا بقول أنا بدي ألتزم ركزي على المعاني يا براءة ركزي على المعاني اليوم بنزلهم هلأ يا وعد آه آه وعد بتسأل عن سأل المعاني الي موجود بعد القطعة بوكس بيجي فيه معاني وتحت جمل هلأ أغلب الطلاب بيحفظ المعاني اللي فوق تمام وضعه بس ينزل للجمل بيعرفش يقرأهم ليش؟ لأنه ما عنده مراجع على الكلمات لأنه الجمل بتيجي من برة غالبا بيجيوها من قاموس أكسفرد أو من الانترنت إن شاء الله يا شروق نحل رايتنج تفكير ناقد لازم يكون عندنا معاني كتير لا مش معاني كتير يعني لازم نبلش نحفظ بس مش عارفة شو أحفظ أنا رح أبعت لك أشياء يارا نيم تبلش يتراجعيها مش تحفظيها أنا كلمة نحفظ بكرهها كلمة نحفظ نحفظ قرآن نحفظ أشياء يعني زي مثلا مصطلحات الجسم body idiom لما أنا بحكي لك don't put your things on my shoulder لا تحطي أشيائك على كتفي هذا مش معاناة كتفي أنا أصطي ما تحمليني مسئولية هدول بنحفظهم لأنه هدول هيك من الله بحكوهم الأمريكان إحنا بنحفظهم لأنه ما بنعرف معناهم من دون بحفظ حديث نبوي بحفظ قصيدة أما المعاني بتيجي اكتساب مرة مرتين ثلاثة أربعة عبدالله باسم وأنا جاهز إن شاء الله معك هلا املأ فراغ المعاني عندي مشكلة بدي طريقة حاضر حكيت عنها يا صمادي ورح أرجع وأحكي لك وأحمد كفو أحمد كفو أشكرك بحب الناس اللي بتلتزم وغزل برضه أنا معكم إن شاء الله رح أنزل الدسية 100% طبعا الدسية وأستاذ هي عبارة عن يعني دسية وأستاذ يعني هي حجمها كبير بس هي PDF وهي كل شي بتشرح لك إياه وكل شي بتترجمه وكل شي بتحكيه لك في العربي وكل شي كمان بتعطيك حله عشان أنت ما تضطر إنك مثلا تتورط وتصير ترنع أسادزة وما يجاوبوا كاش وهيكا اللي مش فاهم إيش بالإنجليزي يا محمد الخزعلة بيمسك الكلمات وببلد شي قرأ فيهم اليوم بيشوف كم كلمة عارف وببعتلي من مستواك أنا بحكي لك شو بدك تسوي ليلة أهلا وسهلا إن شاء الله وأنا يا رهف والله أنا مبسوط فيكم والله طبعا أنا لا أبتغي إلا وجه الله يعني لا بيعدسيات ولا بطيخ ولا بطاقات ولا عندي أي اهتمام بهذا الإشياء إلا أنه أنا لما كنت في التوجيهي في ناس كتير موجودين لسه على الفيس زي الدكتور رأفة أبو فارس هذا أستاذي كان هذا جميل تعراسي ما بنساها شاهد بلشي في المعاني زائد تأسيس الجملة أنا رح أبلش معكم فيها تتسرعوش شوي شوي حاضر يا أبو الخزعلة متى نبلش؟ يا بكرة يا بعد بكرة على الأغلب بعد بكرة لا قروب على المسنجر بحبش تعرفوا ليش؟ لأنه دقيقة شوي من راح هذا؟ بحبش أسحب طلاب لقروبات أحطهم إلي لا خليكم في ناس كتير منيحين وأحسن مني لسه راح يمر عليكم إحنا راح نلزم هيك التزام مني إلك وأنا كمان حياكم الله أنا بطلت أقدر أنزل شو اسمه؟ بطلت أقدر أنزل الأشياء اللي أنتو بتكتبوهم للأسف لأنه صار فيه كتير بس رح أرجع لها واحد واحد وأجاوبكم إن شاء الله هلأ أتوقع خلاص صارت ساعة يعني منيح هيك صار لنا ساعة إلا ربع وأنا راح أعمل بث هون آه إن شاء الله على هذا الموقع يعني وأظن فيه تعاون بين الموقع هذا القروب وقروب توجيه الأردن وموقع وتد يعني هيك أنا بظلني أحوم حوالين هدول الأماكن وزائد إنه أنا بتواصل مع الطلاب كتير يعني بتبعتلي برد عليك ما عنديش مشكلة إذا تأخرت عليك بتأخر للليل بكون طالع مع بناتي بساعد إمي أبوي أو هيك يعني بس الله يبارك فيكم أنا راح أنزل لدسية هلأ وشكرا إلكم أنا اسمي محمد الأسود ولازم أعطيكم بالتفاؤل أنا شوفوا أحكي لكم شغلي خلاص خلصنا الأسئلة أنا واحد من الناس بكره الناس المتشائمين بحبهم مش بس ما بهاجمهم بدير وجهي وببعد عنهم بكل بساطة السلام عليكم بدير وجهي وببعد عنهم لأن أنا حكيت لكم عن موقف الأستاذ في بداية البث اللي أجح كالي زي هيك أنا بحكي له يا الله يا أستاذ الأستاذ اسمه معين العبادي بعرفش عنه إشي بعد ما درسني في مدارس الجوهرة بعرفش عنه إشي وإن شاء الله أني أقدر أندل عليها الزلم هاد الزلم يدخل علينا على الصف أنا بحكي له يا الله يا أستاذ لو فيش رياضيات في التوجيه لأجيب سبعين طلع طموحي وين اللي هو أجع ماسك القلم هيك أجع حكالي ولك يا أهبل يا متخلف هيك كتب لي إحكي بدي أجيب ستة وتسعين عشان تجيبها وتجيب إذا جيبت أقل منها تجيب أقل منها بشوي والله أنا هيك صفانت فيه زي لحبل حكيت له عن جد أنت بتحكي قال لي آه عن جد بحكي أنا خبرتي مش قليلة وراح أقسم بالله زي كأنه لطاشني كف تمام رحت على البيت مسكت الكتب وصرت أحكي أنا بعرف إنه ضعيف طبعا ضعيف يعني أنا كنت أحمل يعني بالمدرسة كنت أقدم التكميل هذا التحنات التكميلية وينجحوني الأساتزة هيك تمام بعدين حكيت أنا ضعيف بس دي أتوكل على الله وبيدي أحرط أحرط حراتي بلشت لكم يعني اتغلبت وتعبت بس ما متت بالعكس لما خلصت التوجيهي والله العظيم اختلف كل إشي جبت 81.8 أنا آسفني بحكي عن إشي شخصي بس عشان أحكي لكم لما بيجي واحد بحكي لك إيش يا زلم شو التوجيه هذا تبعك يعني وهي الناس تنجح شو بتسوي الناس تنجح بصير راتبها ألف ليرة وبيصير معها سيارة وبيشتغل بشركة بتجنن وبسافر بروحها أميركا وعلى الخليج وبكيفه وبضلوا بالأردن بشتغلوا بزين وأورنج ليش التشاؤم إذا فيه حد أحظه مش حلو الله بجازيه بيعطيه قيامة بيعطيه أحسن حسنات وأحسن أجر بيعطيه تجنن بس مش كل الناس يعني وضعها مش منيح لا كل الناس وضعها منيح شو اسمه؟ إيش هو يا أسماء؟ أستاذ معان العبادي اسمه ياريت إني أعرفها أندل عليها الزلمة المهم جبت وعده 80 صرت أزغرت والله ما صدقت حالي وبعديها الحمد لله استمرت في البكالوريوس جبت برضه هك 84 وفي الماجستير برضه نفس الإشي جبت تقريبا 81.8 والحمد لله إذا نجحت أنا بحكي عن الأستاذ اسمه معان العبادي أنت بتحكي شو اسمه؟ طيب بعدين إذا نجحت في التوجيهي نجاحاتك بتستمر بتطلع للسماء مشوشين حاضر يا شهد حاضر إن شاء الله ولا يهمك المهم الإشي اللي بدي أحكيه كمان إنه آه لما خلصنا توجيهي بس خير أشرب لأنني موتت لما خلصنا من التوجيهي صاحب إلي كنت أنا كتير بحبه اسمه علاء خلص هو علمي وأنا خلصت أدبي طبعا أنا مكيف يعني ملك حسيت حالي تمام واحد وثمانين زغرتت فش حد في العيلة جابها طلعنا رحنا اشترينا شور ما ونوكل ومكيفين حالتنا حالة ولا هو إيش بحكيلي هو شاب ما بعرف ليش هيك يعني هو منيح ومخترم بس بوز يعني فبيحكيلي طلع فيه هيك طيب بعدين بحكي له إيش بحكيلي هين نجحنا شو حكيت له طيب الحمد لله أنا تخصص إنجليزي إنجليزيا الرؤى نبلش دراسة بعد بكرة إن شاء الله العفو العفو يا ملكة الصمت المهم حياكي أرلا يا جنة آه أعرف نص الناس يستخدموا موبايلات أهليهم فالمهم حكيت له شو قصدك حكيلي هين نجحنا شو صار يعني حكيت له طيب أنا تدروح أدرس إنجليزي بالجامعة وأصير أستاذ قد الدنيا وإنت مش حكيت لي بدك تدرس طيب حكيلي آه طيب وبعدين والله العظيم أستاذ هون وقفت الشور وتنكدت وزعلت وحسيت حالي أني أنا بدروح أموت بعديها قطعت على حالي وعد هذا الحكي بالألفين وثلاث قطعت على حالي وعد أي إنسان زي هيك بوم أني أسحب حالي وأبعد طبعا هلأ هو دكتور قد الدنيا دكتور وتخصص وأنا الحمد لله سرت أستاذ ومن شاء الله عني بجنن فابعدوا عن هاي الناس المتشائمة والتوجيه سنتنا رح يكون صعب هدولا والله شوفي أستاذ ثلين أنا دع أحكي لك إشي أنت أول مرة بتكوني توجيهي أنا من الألفين وثلاثة توجيهي بعدين ثلث سنين جامعة بس الحمد لله خلصت بسرعة بالألفين وستة بعدين سحبت لليوم بدرس توجيهي فش ولا سنة ما درستش توجيهي فتقريبا أنا 16 سنة توجيهي كل سنة أستاذ تسمعي هاي المصطلحات توجيهي صعب التوجيهي على فصل على فصلين شلونا بهدلونا نكبونا حرام عليهم السنة الماضية أسهل السنة الجاي أسهل السنة رح تكون المتحنات صعبة السنة رح يضربونا هاي كلمة ضربونا هاي رح تسمعوها كتير وهي كلمة تافها وفش منها يعني أنت دارس هاد الكتاب من وين دا جيب لك تمام إذا دارس القاعدة ودارس لي أنماط هات نماطين ثلاثة من وين مش هيجيب لك إشي من برة تاني التالت إشي رح تسمع إنه في واحد سفاح فش حد بدرس عنده وبرسب رح تسمع كذب وتسويق رح تسمع كذب من طلاب بيستغلوا وضع الطالب اللي بيكون كتير تعبان وأنا كنت أدبي أنا كنت أدبي أنا فتت علمي خمسين جمت فهدول الناس ابعد عنهم خليك في حالك ابعد عن الموبايل ابعد عن أصحابك مش لأنهم عطلين لأن وجهات النظر أحيانا بتأثر أستاذ كثير ابعد عنهم خليك مركز تعرف أنت هيك لما أنا بدي أحفظ هاي القصيدة بدي أكون في حالي بديش واحد يجي يحكي لي يزمن الله زيقنا يزمن يا الله دخيل الله يزمن يا زلم السنة أجا كورونا فيش لنا تخريج يا حبيبي أوكي بكرا إن شاء الله بتتخرج من الجامعة وبعملولك أهلك زفة ماشي فاردة وبكرا كمان بتكبر وبتتزوج وبعملو لكم عرص إيش يعني تخريج التوجيه شهادتك هي اللي أنت بترفع فيها راسك لليوم أستاذ أنا لما بمسكها شهادة التوجيه هيك شكلها هيك يعني لا تتعدى هاي تمام والله العظيم إني بتنفس هيك باخد نفس أكتر إفرحت فيها أكتر من الماجستير أقسم بالله العظيم ما بكذب شهادة التوجيه مستقبلك مش معناته الناس اللي مدرستش مدرستش رح تموت أو إنه هدول الناس فاشلين لا بس أنت أنتوا اللي هون قاعدين تحضروا 130 واحد أنتوا مشكلتكوا التوجيهي وبدكوا إيش بدكوا تدرسوا بدكوا تحققوا هاي اللي أنتوا جايين عشانها تمام فلا تقعد تحكي لي نزلوا لي معنوياتي هاي مشكلتك بكرا حينزلوا لك معنوياتك بس تشتري سيارة بس تتخرج بس تحج بس تروح لكنيسة بس تشتغل بس تتزوج كل هذا رح يدمروك عادي بيجي أنت وإنت في عرصك بيجي واحد هاي بجابك بحط دانه في تمو في دانك بيجي بحكيين لك حمار رح تندم أنتوا تكون مكيف حاس حالك إيش إنك أنت طرزان أشجع وحد بالدنيا وإمك مكيفة حاسة إنه فش زيك بيجي بس لخكايل كله ويحكي لك النوتا حمار لا لا الإنجليزي يا محمود علمي وأدبي واحد سلامتك هاي مواد مشتركة الإنجليزي علمي وأدبي واحد فما تشيلوا هم صح أنا كنت دارس أدبي بس أنا الحمد لله بدرس علمي وأدبي والإنجليزي واحد وبعدها حكيت لك معلم أنا بدرس نظام أمريكي كمان سات ونظام بريطاني والأمور كويسة فخلص أنا هيك خلصت اللي عنده سألي سألني وخليكم متفائلين خلي الإبتسام هاي عوجهكم والله ما بتخسروا وبعدين قلبك خليه أبيض تمام قلبك خليه أبيض وبعدين التوجيهي مش صعب التوجيهي بده جهد إن شاء الله متى ما بتخلصه بإذن الله تعالى هاك بتحسه أكبر مطب بس نطلع عليهم إحنا المطبات ما عنا مشكلة بنتطلع عليهم وبعد ما تطلع عليه بتنزل طريقة أسرع وبتتوكل على الله وطياره على الجامعة في الجامعة هاد بصير مخ مخ كبير انت بتصير عالم وبعدين بتروح وبتتوكل على الله بتفوت في ها الدنيا الدنيا بتجنن هدول الناس اللي بحكلكوا ديروا بالكوا الدنيا مش حلوة مليانة سيارات ومصاري ومليانة كل شيء أستاذ يعني ما ترد عليهم هدولة بدهم إياكوا تضلوا تحت ضلوا توجيهوا أموركوا لا توكلوا على الله وأنا مبسوط جدا بإني كنت معاكم وإن شاء الله إن شاء الله هلأ رح الصناعي غير عادل أبو اللي بدأ الصناعي غير الصناعي إلهم وحدة رابعة وتاسعة وعاشرة وبعتلك الدسية هلأ أنا بدرس بمدرسة المستقلة المدرسة المستقلة الدولية لا لا ما تضيع يا رغد اليوم إيش اليوم السبت يوم الاثنين إن شاء الله بالليل رح يكون عندنا حصة مطولة ودائما اللايفات هادي بحفظها على نفس القروب وبشيرها على بعض القروبات التانية وبنزلها على اليوتيوب بتمنى تروح على اليوتيوب لأنه فيه أشياء كتير حلوة بسوأ أشياء غير التدريس يعني هذا التسويق بسوأ أشياء حلوة مش هبل أشياء حلوة بحب أنكم تفرجوا عليهم هيكي خدي زي كأنه صف مع الإجتهاد الأكتر يا رزان اليوم بد أن نزل معاني تغذية في إلك يا هلا الله عفيكم يا رب والله إني موصود جدا الله أبارك فيك إن شاء الله يا منار بنا نكون عند المسئلية وأنا والله ما بسوي هيك إلا من الدعم اللي يعني أنا ندعمته من الناس اللي زمان أستاذ حببني في الإنجليزي دكتور رقفات وكتر خيره وأنا هلأ كل نجاحي في الدنيا بسببه بسبب كلمة واحدة حكا لي إياها فإن شاء الله رح نستمر وأي حدا بصيبهوك نوع من التشاؤم وهيك ابعد آه مدرسة خاصة ابعد عن التشاؤم وروح انطلق وين على حضن إمك بوس إيدها والناس اللي إمياتهم متوفية إدعيلها ويقرأ لك عنها شوية قرآن وتوكل على الله بوس إيد أبوك وخليكم اسمعوا كلامهم والله تندموش نهائيا أنا مش حاب بخلص البت لأنه بزيدي عادة الطلاب لما هيك بنيجي ننهي بيصيروا بدهم يروحوا وخلص بنزل بس الناس والله بحس بأحزن عليهم الناس بكون عندهم تردد وخوف اسم القناتي محمد الأسود بس هيك كتب بالعربي أو M-O-H-D بالإنجليزي مرة جاي هك بعمل زي اليوتيوبرز وبحط الأشياء هون ورا هون وينها آه هون فإن شاء الله حط انبسطوا وهيك وبنزل كتير أشياء على اليوتيوب هاي الدعم تبعت التوجيه نزلت فيديو هدي كلام رح حط لكم رابطه بإذن الله تعالى تبعت هاي الناس القرارات وكورونا وتوجيهي ويا الله اشي نابلسي والله أنا مش يعني مش صحبة مع المراكز يعني بحبش بصراحة لأنه دوام مدرستي كتير طويل للثلاث وبروح هلا بحكي لك يا محمد وبروح بروح على البيت هيك باهتم يعني عندي الحجة والحج مهمين بحياتي كتير وهيك بس الأستاذ رأفت حكالي هيك أدرس انجليزي يهبل هيك حكالي أدرس انجليزي يهبل بتكيف بتصير تفهم كل اللغات اللي بتصير تفهم اللغات اللي كل الناس بيحكوا فيها وفعلا لما كنت أروح وأجي وأسافر يا الله بتحس حالك ملك في أي مطار بتفوت بتكيف آه تشوفوا اليوتيوب الله غيرتضحكوا علي أنا بنزلكم رابط طيب هيك ان شاء الله خلصنا خلاص أنا متألم أني بدي أسكر بس ان شاء الله الله يخليك يا شهد والله يا حضرتوني الله يرضى عليكم ان شاء الله أني أكون يعني ما قصرت وان شاء الله أنه هذا لله تعالى بظل أركز أنا لا يا إيزان لا أصحاب أبعتلي وأنا بخليك تصير أصحاب لله تعالى إن شاء الله من باب المساعدة لأنه إشي أنا بمتلكه أنا بعرف إنجليزي وانتو كتير بتكونوا خايفين عندي جروبي يا أستاذ عندي جروبي اسمه محمد الأسود بس أنا بحب طلاب الجروبي يظلوا فيه خليكم في هذا الجروب بعدين تتسيروا توجيههم راح يحولوكوا على جروب تاني يعني سرقة الطلاب مش حلوة نحن نلتقي على الفيسبوك خلص إن شاء الله بتقدروا بإذن الله تعالى يلا روحوا تجهزوا صحور لأنه صارت ساعة تنتين روحوا تساعدوا الحاجات وجهزوا صحوراتكم وعشان أنا أسوي لكم البوست الله يعطيكم العافية بتمنى لكم يا رب كل أحسن شكرا شكرا يعني بتمنى لكم مستقبل بجنن الله يبارك فيكم بتمنى لكم مستقبل بجنن 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 وإن شاء الله غير نحتفل إن شاء الله غير تحتفلوا بالنجاح وهي من أول من اليوم بحكي لكم هاي الدان هيك سكروها عن ناس البوم تمام؟ اتفقنا؟ آسف يا أنس سكر وارجع شسمه ارجع احضر حاضر أنا بعمل فيديوهات زي هيك كتير إن شاء الله إن شاء الله رح أغير اسم الدسية لقنبلة التفاؤل بإذن الله تعالى الله يرضى عليكم ومع السلامة كان معك الأستاذ محمد أسود وارجعوا ارجع يا حضر يا رند رح تنبسطي مش كل يوم يوم أو يوم لا بإذن الله واللايفات التانية رح يكون فيها شرح بإذن الله تعالى يلا الله يعطيكم العافية مع السلامة ترجمة نانسي قنقر